أمام هذا القمع المفرق سواء كان بسكوت الحكومة أو باختفاء الأجزاء الأمنية وتعسر دورها وأبو روز التيار الصدري كطرف قامع للتظاهرات كما يقال في الشارع العراقي هل يمكن الحفاظ على السلمية؟ يعني بس أمس تقول هو اللي حصل يوم أمس قابل هنفرية والدعاء هو يوم أمس تسعة استشهدوا من الشباب العراقيين عسا ما نقدر نميز ما عدنا مصطرة نقول هذا ما عدنا سواء نار عن نوايا نعرف هذا نيتا يسرى أو يمنى شاب متواجد في ساحة في ساحة النجف ووفق السياقات مسموح له بالتواجد لأنه غير خارق للدستور تأتي مجموعة أول مرة قيل عنها قبعة زرق ثم تحول المشهد صاروا ملثمين وأصبحوا مجهولين في شوارع النجف في حي الغدير طاردوا الشباب في مرع العالم كيف أجي بيان الاتحاد الأوروبي هذا هم تسوس اتحاد الأوروبي لما وصل بوصفها أفعال شنيعة بعد ذلك سوف ينتقل للقول بأنها إبادة جماعية لاحظ هذا التسلسل الدبلوماسي هذا الوصف الدولي من جهة لا أمريكية ولا صهيونية هذا الاتحاد الأوروبي لتربط بالعراق علاقات وثيقة وحتى في إيران بالمناسبة الذي الآن يدافع عن إيران أمام العقوبات الأمريكية هو الاتحاد الأوروبي إنما تصل والسفير البريطاني في بغداد وغيرها من الجهات الدولية المعتد بها والغير معتد أدانت الفعل فإذا أكو فعل وأكو جريمة هذه الجريمة راح نتيجتها التسعة شهداء من الشباب العراقي وأكثر من مئة جريح طوردوا إلى المستشفيات وكل هذا بعد ذلك نصف بأنه مشهد وردي على قولة المصريين لا يجوز هناك اعتداء وهناك طرف اسمه القبعات الزرق نزلوا إلى الشارع بأمر الزرقاء نزلوا إلى الشارع بأمر لا يحملوا أي صفة دستورية أو قانونية هذا هو السؤال الأبرز تعرف لماذا حصل ذلك حصل لتغيير وجهة النظر عن التكليف على المشكلة الأساسية لإلهاء الناس عن ما حصل هذا هو القضية وإشغالهم بجانب آخر طبعا لا الثوار ولا المنتفضين من الضد من أن تتشكل حكومة عراقية ولكن السياق الأصلي الذي يطالب به كل العراقي الأحرار أن هذه الحكومة يجب أن لا تنتج من رحم الأحزاب هو هذا المشكلة ومن جديد يعيد الصدر إنتاج شخصية مكلفة بذات الألية أسأل عن هذه النقطة إلى سيد الكردي وبالتالي سوف تفشل وسوف تفشل وتفشل وتفشل وإن نجحت في تشكيل حكومة تعرف لماذا؟ باختصار حتى أتحول لأنه أكتو تقاطع سياسي كبير نعم تقاطع سياسي كبير واضح دولة القانون الصادقون غير أي قوة مهمة وغير الرفض الشعبي اللي هم ما يحترموا كثيرا لكن سوف تثبت لهم الأيام أن هذه اللعبة سوف تنتهي إلى الفشل نعم